يوم جديد في قطاع غزة سنبدأه بالتحليل لخريطة القطاع وما جرى خلال الساعة الماضية حياك الله محمد 160 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيادة العقيد نبدأ بخريطة قطاع غزة وتحديدا من خان يونس وهي التي تشهد منذ الأسابيع الماضية أشرس المعارك ما بين المقاومة وقوات الاحتلال يعني سلاسة أشهر وأكثر من عشرة أيام عمر المعركة في مدينة خان يونس ولكن حتى الآن لم يستطع الجيش الإسرائيلي أن يحقق الهدف الأساس الذي أتى من أجله وهو الكشف على شبكة الأنفاق وعلى استخلاص المختطفين كما يسميهم والقبض على قادة حماس العسكريين والسياسيين ولكن ما قام به الجيش الإسرائيلي حتى الآن هو ينحصر في تدمير البنى التحتية تدمير المساكن قصف الناس اليوم وصل عدد القتلى أو شهداء من الشعب الفلسطيني مع الجرحة مع المخطوفين 110 ألاف بالطبع قادة خمسة ألوية تعمل في هذه المنطقة خمسة ألوية للجيش الإسرائيلي من الفرقة 98 من الفرقة 162 تشكل عمل في هذه المنطقة اليوم الهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي هو تفريغ المنطقة من القرار شمالا وحتى خزاعة والفخاري جنوبا وتهديم البنى السكنية والأبنية في هذه المنطقة لكي يقوم الجيش الإسرائيلي بعمل منطقة عازلة لحماية غلاف غزة ولكن اليوم ما قاله القائد لواء الكوماندوس الذي يعمل في مدينة حمد والتي أخرج منها الجيش الإسرائيلي بالأمس من هذه المنطقة ولازال يرابط على الحدود الشمالية والشرقية لمدينة حمد قال بأن مدينة حمد هي عش الدبابير في هذه المنطقة اليوم هناك جرح اتنين من الجنود الإسرائيلي في مدينة حمد جراح خطيرة بعد أن انسحب الجيش الإسرائيلي ودمر أكثر الأبراج السكنية لأن القتال في هذه المدينة والمنطقة هو قتال حرب مدن والذي يتألف بشكل طابقي وهذه الأبنية معدة مسبقة لقتال المدن لذلك رأينا الجيش الإسرائيلي خسر الكثير إما باستدراج من أجل تفخيخ المبنى أو بكماء أو اشتباك من النقطة الصفر ما بين الدوريات الإسرائيلية طيب اسمح لي السيادة العقيد عقيد حمادة عندما نتكلم عن مدن صغيرة هي مدن القطاع المساحة في هذه المدن صغيرة جدا ومحدودة وجيش مثل الجيش الإسرائيلي لمدة تصل إلى خمسة شهور لا يستطيع إحكام سيطرته ولا على منطقة داخل قطاع غزة ما هي دلالات ذلك؟ وما معنى ذلك بالعرف العسكري؟ الجيوش لا تتقدم بالثأر أو بالاندفاع الغير مخطط له الجيش الإسرائيلي حتى الآن لم يعلن أي هدف لذلك رأينا عدد من القادة العسكريين وعدد من القادة السياسيين ينتقدون أداء هذا الجيش وعدم تحقيق أي هدف ما هو الهدف الذي يريده الجيش الإسرائيلي؟ تدمير حماس؟ لم يستطع تدمير حماس حماس ليست هي شخص أو اثنين أو ثلاثة حتى يتم تدميره والانسحاب يعني تدمير الأنفاق وتفجيرها الأنفاق بحدود الـ 560 إلى 700 كيلومتر حتى الآن أغلب الدراسات الغربية والاستخبارات تقول بأنه تم تدمير بحدود 30 إلى 35% من هذه الأنفاق وهي مختلفة وغير مستوى معين وجرب الجيش الإسرائيلي المياه والكلاب والروبوت وكذلك الأغازات السام المقاومة كانت مستعدة وكانت المقاومة مستعدة للتصدي ورأينا بأن اليوم يعلن الجيش الإسرائيلي بأنه سيطر مثلا وعلى مندينة بيت حانون التي دخلها في اليوم الأول الهجوم البرين في 27 أكتوبر ثم يعود بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر لتكون هناك اشتباكات في هذه المنطقة وتأثير على الجيش الإسرائيلي إذن الجيش الإسرائيلي يعمل بردة الفعل ولا يعمل بشكل تحقيق هدف معين لذلك نرى بأنه يمشي على غير هدى بدون معلومات لا يعلم أين هي الأنفاق لا يعلم أين هي المقاومة كل ما يعمله يقوم بالتدمير وهذا سياسة الجيش الإسرائيلي تدمير المدن تدمير البنى التحتية تدمير الإنسان وقتل الإنسان هذا هو الهدف إذا كان هذا هو الهدف الإسرائيلي فقد نجح في تحقيق هذا الهدف ننتقل إلى منطقة الوسط في قطاع غزة ومنطقة المعروفة باسم منطقة المخيمات أيضا هي من المناطق العصية على الاحتلال كانت هناك العديد من العمليات النوعية للمقاومة خلال الأيام والأسابيع الماضية في هذه المناطق هذه المنطقة منطقة المخيمات أنصيرات البريج المغازي جحر الديك الزوايد في هذه المنطقة أرادت جيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول من دخوله من جحر الديك حتى وصوله إلى شارع الرشيد أراد قطع وتقسيم أوصال قطاع غزة وجد قوة بهذه الأمكانة ولكن لم يستطع الدخول لا إلى البريج ولا إلى دير البلح ولا إلى انصيرات ولا إلى المغازي ولكن حاول السيطرة على هذه أو ضبط إيقاع القوة في هذه المخيمات وجعلها عدم يعني عدم التحرك شمالا من أجل معاونة تحويلها إلى كنتونات مغلقة يعني لم يستطع الثوار في هذه المنطقة أن يجتازوا وادي غزة ويصلوا إلى الزيتون أو إلى التفاح أو إلى الشيخ عجلين لذلك الجيش الإسرائيلي تمركز في هذه المنطقة تمركز شبه دائم يعني تمركز مؤقت أقام السواتر الترابية حول الأسلحة وبدأ يتحرك جيشه من هذه المنطقة من غلاف غزة إلى جحر الديك إلى شارع الرشيد ومن ثم ينعطف باتجاه شمالا باتجاه الشيخ عجلين تل الهوى حتى وصولا إلى قيام ببعض العمليات العسكرية في مدينة غزة وجنوبا كذلك أراد أن يتخذ منحة باتجاه دير البلح باتجاه خان يونس ولكن هو موجود في هذه المنطقة يشغل هذه المنطقة يفصل المناطق ويتحرك باتجاه الزيتون تارة وباتجاه المخيمات تارة التي يصب كما يقال جام غضبه بالمدفعية والحوامات وكذلك الطيران والزوارق الحربية كما حصل في أنصيرات حيث قتل عدد من السكان ونحن هنا في الخريطة اسمح لي سيادة العقيد كنت اليوم أتصفح الصحافة العبرية في صحيفة معاريف هناك خبر يقول أن قيادة الاحتلال قامت بتوبيخ قائد فرقة عسكرية بسبب تفجيره جامعة الإسراء التي نشاهد هنا موقع جامعة الإسراء دون إذن مسبق يعني هذا القائد أمر بتدمير الجامعة دون الرجوع إلى القيادات العليا في الجيش على ماذا يدل هذا الخبر؟ أولا يدل على عدم انضباطية هذا الجيش وعدم أخلاقية هذا الجيش يعني عندما يتم تدمير ليس فقط جامعة الإسراء ولكن عدة مباني بجانب جامعة الإسراء وقتل عدد من السكان ولكن تم عفاء هذا الضابط من كل المسؤولية هذا الاتجاه والقانون الإسرائيلي العسكري يفترض أن يقوم القائد الأدنى باستشارة القائد الأعلى حتى يأتي أمر سياسي مثلا من أجل عمل كهذا ولكن فيما يتعلق في قتل الفلسطينيين كما حدث في الطفل في جباليا وكذلك المسن الذي تم قتله في دم بارد كل هذه الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي هي بعيدة عن المساءلة لأن هذا الجيش الإسرائيلي هو عديم أخلاق هو عديم قواني من اليوم الأول تكلموا بأننا نضع القانون الحرب جينيف وروما وغيره هذه البرتوكولات جانبا وأن الشعب الفلسطيني كما قال بن قفير واسمرتش بأنه يجب أن نقصفه في قنبلة نووية ونتخلط منها ربما هو قانون العصابات قانون عصابات مجرمين لأن هذا الجيش هو سليل الهاجنا واشتيرين والأرغون ولو أخذ شكل جيش في هذا العالم والدعاية الغربية والإسرائيلية صورته بأنه جيش أخلاقي ولكن هو عديم الأخلاق هو جيش مجرم والدلائل تدل على ذلك أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا الخبر العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد حمادة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك